حرب استعادة الدولة العنوان الأبرز للمعركة التي يخوضها اليمنيون في كافة الجبهات ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عام ونصف يغيب فيها أداء الدولة أمام المواطني لتحضر بديلا عنه سلطة ميليشيا وأدوات القمع ليدخل اليمن المرحلة الحرجة تلك التي تتعلق بالأمن الغذائي ومصير قوتهم مهام كثيرة وجليلة يتطلب الوفاء بها من قبل الحكومة التي تعمل من خارج الإطار الجغرافي لمهامها تعاني الحكومة الشرعية في المناطق المحررة جملة من القضايا الشائكة منها السياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية إلا أن أبرزها هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تفعيل أجهزة الدولة وأدواتها والأبعد من ذلك هو إعادة خلق الثقة للشرعية لدى المواطن المنهك من الحرب وآثارها بدءا من الملف الاقتصادي والإغاثي وملف الجرحى وتفعيل مؤسسات الدولة حيث يرى مراقبون أن إغفال الحكومة موضوع جرحى المقاومة وضحايا القصف الميليشيوي يظل موضع عتب كبير على الحكومة والتحالف معا خصوصا ما حدث في الأيام الأخيرة من عودة جرحى تعز من عدن إلى مدينة التربة بجراحهم خائبين نحن نعود إلى محاوضة تعز مخذولين لقد خضلتنا الحكومة الشرعية التي خرقنا ندافع عنها ملفات كثيرة تلقي بظلالها على أداء الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الوقت الذي يوشك اليمنيون على الدخول في مرحلة حرجة فيما تستهلك الميليشيا قرابة 25 مليار ريال شهريا تحت مسمى المجهود الحربي البلد على حفة الإفلاس نتاغ لتصرفاتهم هذا فساد غير مسبوق أربعة مليار دولار اختفت من البنك المركزي أو عبث بها والدهولات هي تشكل الاحتياطي لم يتبقى من الاحتياطي إلا المليار دولار الوديعة السعودية وهي غير قابلة للسحب وإلا كانوا يسحبوها ومئة مليون دولار وبالمقابل قيادات أمنية وسياسية قدمت استقالاتها وأخرى تهدد بذلك ما لم يتم تعزيزها بنفقات تشغيل المؤسسات الحكومية تساؤلات كثيرة حول ما يتعلق بملف الخدمات في المناطق المحررة ورؤية الحكومة لما يتعلق بالإغاثة والإعاشة والآلية التي تشتغل عليها الحكومة وحجم تواجدها في الميدان خصوصا مع انسداد أفق المشاورات وترخيل انفراج الأزمة سياسيا إلى أمد غير معلوم ومنذ أن بدأنا المشاورات فعليا نحن نشهد قدال عقيم على الرغم أن هناك الكثير من الأمور التي افترضنا واتفقنا عليها فهل ستظل الحكومة ذلك الغائب الحاضر في وعي اليمنيين؟